اشتركوا في القناة في الجانب الرياضي وبالأخص الأمور ذات الصلة بما يخدم تطور كرة القدم وتحقيق مكاسب إيجابية بمجال اللعبة في البلدين الشقيقين عبر التعاون المثمر بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم من جانبه أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم الحرص على تأطير التعاون وتعزيزه مع الاتحاد البحريني لكرة القدم عبر تبادل الخبرات والزيارات وتنظيم المباريات الودية الدولية وعلى هامش زيارة أطلع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم أو اطلع على مرافق الاتحاد البحريني لكرة القدم بالإضافة إلى مشاريع الدعم كما اطلع على جانب من منافسات الدوري المفتوح للهواء بالإضافة إلى تدريب منتخب سوريا الأول الذي يستعد لملاقات منتخبنا وديان سعيدين بزيارة أخواننا من الاتحاد السوري على رأستهم سعادة الرئيس الأمير حاتم الغايب والعضاء المعاونين معاه طبعا هذه اللقاءات دائما نعززها بتعاوننا في لعب مباريات والدية وكان هذا دل دل في تبادل وتعاون بين الاتحادات الأهلية في منطقتنا فالحقيقة شاكرين على الاتحاد السوري لتلبية الدعوة لإقامة المباراة والدية خاصة المرحلة جدا مهمة في إعداد منتخباتنا لدور النهاء الثالث في تصفيات كأس العالم الحقيقة يعني ساعدين بأن نتعاون مع الاتحاد السوري في شتى المجالات وبالعكس أبدينا التعاون التام في تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لنا في الاتحاد البحرين وهناك جوانب ممكن نعاونهم فيه وبالعكس حسب توجيهات القيادة الرياضية بأن نتعاون مع الاتحاد السوري في شتى المجالات وإن شاء الله هذا على نهج قيادتنا الرشيدة بأن نكون دائما نعون وسهنا لإخوانا من دول العربية الشغيقة نحن نلعب مباراة على مستوى جيد إن شاء الله وهو اختيار سليم أنا كلاعب كرة خدمة لموك رئيس التحاد أعتقد أنه فيه فائد إن شاء الله للفريقين أتشكر معالي الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الأسيوي كمان كان فيه اجتماع مهم معه نحن نعاني من بعض الصعوبات في الاتحاد السوري تم بحث معالي الشيخ وكمان ما شاء الله مشكورين رئيس الاتحاد البحريني أخونا كمان الشيخ علي ممقصر بأشي بكل الأمور تمنى أن نشوف مباراة يستفاد منها الفريقين لتكملة ما تبقى من التصفيات والمباراة